لكن عمر أديب اعتبر الانتقادات دي هجوم على الفنانين والفن وجاب نقييم الممثلين أشرف زكي وقال له أنه قدم بلاغ للنائب العام ضد حاتم الحويني اللي انتقدوا مسلسل الشافعي نشوف كده موسم لناس أنها تطلع تتكلم على أنه الفن اللي بيتعرض فن فيه مجون وخروج عن الأداب العامة وأنه ربنا حيحاسب الناس اللي بتعمل الحكاية دي حتى احنا وصلنا السنة دي أنه الاتهام يطال مسلسلات اللي يتعتبر تاريخية دينية زي مسلسل الإمام الشافعي أن المسلسل فيه تزوير وفيه مش عارف إيه وآخر ويضعنا في قواني تقدم فكرهم الخبيث ويزيفوا التاريخ إحنا الأشخاص دي إحنا تقدمنا ببلاغ لسيط النائب العام ضدهم إحنا رصدينهم ومعنا الحانات اللي هم كدينها وبإنسان تقدمنا ببلاغ لسيط النائب العام لأن إحنا مش هنسيب مهنتنا ومش هنسيب قيامنا وفلينا العظيم عرفتوا بشيطنا أنا إيه يعني إيه إيه دي أشرف إيه دي شوية عايز أتكلم أنا إيه علاقتك إنت بالمسلسل اللي يرفع قضية شركة الانتاج وبعدين حاتم الحويني قال إيه سب المسلسل قال إيه تعال نشوف كده حاتم الحويني قال إيه قال بالنص كده يمثلون دول الإمام في مسلسل خبيث يحرفين فيه سيرة والعطرة ويلعبون بأقواله ويضعونها في قوالب تقدم فكرهم الخبيث احذروا أخذ التاريخ من كل مسلسلات فقد زوروا تاريخا عشناه فكيف بما في بطون الكتب والمجلات ولم يطلع عليه العوام يجب على الأزهر وفورا التصدي لوقف تشويه سيرة الإمام الشافعي طيب الله وتعرى ترفع عضيه على ده إيه قاله إيه ده أي كلام أشرف لا 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 حاسب حاسب عندك شويه هو ليس أخنان كده المعلم أشرف زاكي هقولك ليه مش أشرف زاكي ده جس التهم روجينة هقولك ليس أخنان وبيرفع أضاية مفيش أضاية أصلا مش بس كده طيب خالد الجندي يتهم اللي هجم المسلسل بأنهم مدايئين قوي على نفسهم وأنهم يعني ناس أي كلام بيهاجمهم تعال نسمح كده خالد الجندي أليه وبالتالي هما ليه فزا حصلهم فزا الحقيقة طبعا أنا عاوز أقول كلام كتير في الموضوع أهم حاجة فيه أن أعظم ما يمكن تغذية عقل المستقل المشاهد به دلوقتي في الأعمال الدرامية ضرب الأمثلة بهؤلاء العلماء رضي الله عنهم أرضاهم علشان النفط تتعلم حاجة فهم في وسط الغساء في وسط الغساء اللي أنت متخيله ولما تلقى حاجة فيها نور وفيها بصيص من البركة وفيها تعليم للمجتمع وفيها ارتقاء بالعلم طبعا ده واحد أنا قلت لك ابن عطاء الله السكندري قال إيه على الناس اللي زي دي قال اسمهم فقهاء إيه؟ أيوة الحقيقة بالضبط كده لكن الحقيقة الانتقادات أنا هقول لك ليه ما بيعملوا كده الانتقادات ما طالتش بس سيرة الإمام الشافعي اللي كتير منها يجهلوها زي حالاتي أنا رجل جاهل ولا ليه في الفقه أصلا لكن أعرف أتكلم على فنيات العمل أعرف أتكلمك عن ملابس أعرف أتكلمك عن أداء تمثيل أعرف أتكلمك عن ديكور عن إضاءة أعرف أتكلمك عن عمل درامي لكن سيرة الإمام لها متخصيد الفقه لهم متخصيد إنما الانتقادات بقى وصلت لخالد النبوي في بعض المشاهد زي مثلا مشهد وقوف الإمام الشافعي قدام الخليفة هارون الرشيدي النشطاء قرنوا بين أداء خالد النبوي في هارون في الإمام الشافعي وبين أداء الممسل الأردني عاكف النجم اللي جسد دور الإمام الشافعي في نفس المشهد بس في مسلسل الإمام أحمد بن حنبا أحكي لك الحكاية تانية قطر تلفزيون قطر أنتاجوا مسلسل على إمام أحمد بن حنبا طبعا جات سيرة أحمد بن حنبا يبقى تيجي سيرة الإمام الشافعي في المسلسل القطري في مشهد ما بين هارون الرشيد وبين الإمام الشافعي لعب الدور بتعليم الشافعي موسط الأردني الناس بقى جابوا المشهد ده وجابوا مسلسل خالد النبوي وحطوا المشهدين قدام بعض خلينا نشوف المشهدين كده مع بعض يال لماذا شقدت عصد طاعتي وخرجت على أمير المؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولي الأمين صلى الله عليه وسلم أما بعد لقد من الله عليكم يا بني العباس بالملك والعلم فقابلتم هذه المنة بالإحسان والشكر أحسنتم إلى رب العباد وإلى العباد فخضعت لحكمكم البلاد إن الله يا مولاي أمر بالعدل وبالحكم فيه إذ قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقد نصحت في هذا بعضا ممن وليتهم أمر المسلمين يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المد أنت الحاكم وأنا المحكم وعرف أنك لا تقتل قومك وأن تقضي من لم يعتاكب دمك وما تقضي أنت مولانا أمير المؤمنين هارول بن محمد عايزي الحقيقة بقى أنا كمحمد ناصر لا عجبني الرجل الأردني ولا عجبني خالي النبوي وده بقى اللي أثار التساؤلات طالما بتعمل عمل مهم ضخم زي ده للاستسهال سواء في الأداء أو المراجعة التاريخية واللغة زي ما كتب النشطاء بوسطه مقارنة بين أداء النجم حد قال كتب كده استوديو مصر بين أداء عاكف نجم الأردن لدور الإمام الشافعي وممثل خالي النبوي ولقال معاكف كان نجم كان ضيف شرف لأن الممثل كان بيحكي قصة الإمام عبد الحمد وحقيقي مش عارف ليه الاستسهال ده في الحوار والأداء وحتى الاستسهال في دور هارون الرشيد تعالى شو الفرق بين واحدة مراجعة كل مسلسل شوف كده فريق المراجعة هنا وفريق المراجعة هنا أدي الإمام الشافعي بتاع خاد النبوي المراقب اللغوي أو اللغوي في المنتاج حسام مصطفى إبراهيم التدقيق في اللغة للسيناريو دكتور أحمد عمار مراجعة اللغة العربية حاتم الأطير هنا بقى في الإنتاج القطري لجنة شرعية بص قد إيه ومراجعة تاريخية دكتور مهنة المهنة وأستاذ موسى الأسود ولجنة شرعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني مبارك الكباسي محمد رفيق الحسيني مش فارقة كتير لا فارقة الغريب أن المسلسلات دي بتاعت الشركة المتحدة صرفت عليها قد كده عشان برضو من غير دراسة زي مشاريع السيسي ولا مراجعة عشان زي ما قلتلك مبارح أنا مبارح قلت الكرده هنا أني عندنا النجوم هي اللي بتكتب المسلسلات وهرجعك للمسلسلات التاريخية في عهد مبارك كانت بتتراجع من المجمع البحوثي الإسلامية بالأسر زي ما كتبت الناشطة شيرين عرف شيرين كعرفة كتبت قالت في تتر مسلسل عمر بن عبد العزيز سنة 95 لحظ الآسي اعتماد من إدارة البحوث والتأليف في مجمع البحوثي الإسلامية مراجعة لغوية مراجعة تاريخية كان لدينا دولة فازدة بزمن مبارك لكنها تقدم إعلاما واليوم لدينا طابونة يديرها سيسي تقدم بزراميتا فهي لا تؤمن بدرسات الجدوى ولا مراجعات فاكريني أنا طبعا مسلسل عمر بن عبد العزيز اللي الحقيقة كتبوا الأستاذ الشاعر عبد السلام أمين أنا فكر اللي كتب أنا بقول من عندماغي دلوقتي تخيّل مين لرجع اللغة في المسلسل ده والله ممثل تاني اسمه عمّ إسماعيل حضارة تقريبا وأنا شفت الممثل ده وقابلته هو اللي راجع اللغة هو ده هو ده هو الممثل ده هو ده محمد إسماعيل هو ده ده الممثل ده هو اللي راجع اللغة تخيّل ده كان له أخي تاني ممثل برضو فاكر مسلسل سومبل الممثل اللي كان يقلع الطاية ورميه على الأرض ويقول له هاتها من الأرض أخوه عم إسماعيل ده محمد أنا قابلت الراجل ده واكتشفت أنه هو اللي راجع اللغة وما أجمل اللغة في مسلسل عمر بن عبد العزيز ما أجمل اللغة اشوفه تاني وركز على اللغة إنما أنت عندك طبقنا يديرها السيسي بتقدم أئمة المسلمين أفتكرت مسلسل عن واحد من عظماء أئمة المسلمين مسلسل تاني تم وقفه بقى بص يا حضرات دولة السيسي دولة عجيبة جدا مسلسل الأخ قصد مسلسل الإمام الشفعي الناس معترض عليه تاريخيا ولغة وكل حاجة بس مش هيوقف كان فيه واحد كتب بص يا علي مش عارف أنا البص ده كان معانا بتاع المسلسل ده اللي منصد الشيء نعرفه راجع الأزهر بالمناسبة يعني الأزهر راجع المسلسل ده أنا عندي البص يا علي لو عايزه وكان مفروض إنه معانا يعني بس معرفش ما جابهوش ليه المسلسل ده راجع الأزهر المسلسل ده مين بقى اللي بيشرف عليه جهة سيادية معانا البص ده يا علي أهو المسلسل ده حد بيقول أنا كلمته كلمته وكلمته المسلسل ده تراجع قاله قد راجع من جهة سيادية ما عرفش هما نسوا الصيام صعب شوية لكن جهة سيادية هي اللي وراء مسلسل إمام الشفحي والأزهر راجع المسلسل بالمناسبة يعني كهكذا مكتوب وعلى فكرة أنا متأكد الأزهر راجع يعني متأكد إنما المشكلة إن الجهة السيادية دي هي اللي وراء مسلسل عشان كده تلاقي خالد الجندي طالع يمدع في المسلسل وتلاقي أي كلاب السكك هناك بتمدع في المسلسل لأن الجهة السيادية هي اللي وراء انتاج مسلسل إمام الشفحي والدليل تاني على كده مش بس الكلام اللي قاله خالد الجندي لأ الدليل إنه وراجع السيادية إنه رغم الاعتراضات دي من المتخصصين إلى إن المسلسل شغال وهيفضل شغال مش هيقف هيكمل وهيكمل الآخر